اشتركوا في القناة 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 اللي يقدم الكادر في توقيت مرصف هل معنى إحنا المفروض عندنا خبير أجنبي هو اللي بيدير منظومة التحكيم مفروض ده المفروض على الورقة على الورقة المفروض الراجل ده زي زي كولر يعني كولر هو بيشوف جمهوري الأهلي في الشارع بتصور معاه وبيعمله قلوب على السوشيال ميديا إنما رد فعل بقى وإن الناس لو رأفة ضيع كورة جمهورها يهاجبنا ولا علي النطفي لو دخل فيه الجمهورها يهاجبنا أكيد الخبير الأجنبي برضو مالوش علاقة بالموضوع ما عندوش بقى أن أنا ماتش أهلي ومصري فلو حطيت حكم صغير هيحصل لي مشكلة ده لو الخبير الأجنبي فعلا بيدير الخبير الأجنبي لحد دلوقتي أنا من وجهة نظري خارج الخدمة خبري غنابي عمل أربع حاجات من يوم ما جاء اتصور في ماتش السوبر ده إنجاز يعني عمل مؤتمر صحف أدن في نفسه وقبل ألف السيفي بتاعته كان موجود في ماتش نهاية كسر ربطة في ماتش الأهل والزمالك بتصور مع الحكام بس الخبير الأجنبي النهاردة حتى الآن يا خبير الأجنبي موجود من شهر فبراير حتى الآن مفيش أي بصبر هذا الخبير وزي ما قلت الحلقة في لقاء سابق تمام؟ اللي بيدير اللجنة وبيختار الحكام عمد فاروق وتوفيق السيد ومعهم أيمن ديجيش ومجد رز ومحمد وبدالق المجموعة اللي موجودة دي موضوع المصري موضوع المصري الموجودة هي اللي بيدين اللجنة حتى الآن اللي بتختار يا خبير تناحمد مفيش الخبير هاي عزاء عادة بقى دي اوكي بس اقول حاجة حاجة عشان انت قلت حاجة مهمة جدا هو قدر انت قلت قدر بيعمل ايه؟ بيشتغل هو الراجل اللي شايف مين هو رئيس النادي الأهلي؟ موضوع خطير ملوش ضعب الفرقة صح؟ عندنا جمال علامة رئيس تحاد الكورة لا دي دعو بتحاد الكورة ولا دي عبر لجنة حكم ولا دي عبر الكورة خالص اصلا فضل طيب احنا طب النهاردة الحكم الدولي محمول معه موضوع 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 هو راجع من كاس علام بالارجنتين من كاس علام الشباب هو عمر الشناوي قدم مباراة جيدة هو عمل عنده 28 مخالفة بشكل جيد كان فيه لعبتين النادي الأهلي طالب فيهم ان يكون فيهم راكل الجزاء في داخل منطقة الجزاء هو تواصل عبر الكوميونيكيشن مع محمود باسيني بس هو كان اشار باستمرار اللعب هو موضوع اشار باستمرار اللعب اوقل والفرق اكيد القرار المباراة حتى سهلة اللاعبين في الملعب قد تنحمد المصري كان عايز يعمل نتيجة كويسة فمركز في المباراة ولعبت النادي الأهلي الشباب الصغير ده مركز في المباراة فقده فرصة للعب محمد معروف انه هو يدير المباراة بمنتهى الاريحية شفت حداتك قلت ايه قلت لو انت قاري هو لو انت قاري لكن هو مش موجود حتى الان هذا الرجل مش موجود حتى الان ومازال حتى الان هو يعني الراتب بتاعه او مخفف بتاعته الشهرية بالدولار في الوقت اللي مستحقات الحكام لم تصرف من شهر اتناشر عشان بالمصري دي اكتب او ماشي المصري معدور عليه طب نتب معل الموسم يعني خلاص الحمد لله لازم ياخدوا فرصة كويسة لان هم برضو عندهم خبرات عملوا مطش كويسة الاتنين ومعاهم احمد ناجي فيه برضو في الفرم احمد باسيوني واسمال سايب ما عندوش اختبارات لكن الاتنين مساعدين دول المساعدين الكويسين تتعفل المساعدين دول من افضل المساعدين موجودين في المجموعة وبيلعبوا على فترات متباعدة حاجات بصا حتى نحمد التعينات لا تعينات في الفترة الاخيرة واختبارات الحكام عليها تمام عليها علامات استفاهم كبيرة اولا نتمنى ان شاء الله الموسم الجديد بيجا دي ستغير ان شاء الله ان شاء الله عندي امل طبعا عندي امل طبعا عندي امل عندي امل لسببين لان انا واحد من المنظومة وبشرف ان انا واحد من ابناء اسر التحقيق والراجل برضو يعني خلينا نتكلم ان هو جاي من شهر اثنين جف وسط موسم في حيات كتير وفي حسابات كتير وفي مشاكل كتير اعتقد ان هو ممكن لو الموسم خلس وهيبتدي بقى هو من بداية الموسم هو عنده خمس شهور اهو يعني نقدر نقول لم فيهم الدنيا بانا باذن الله طيب نتكلم على الموسم بقى بشكل عام كان اكيد عندك ملاحظات على اداء التحكيم عندنا مشاكل كتير ومتكررة من كامل فار وكبال حادثة كتير مشاكل كتير طبعا استازم بقى هدراك في حاجة هتقول لي عنوين وبعد كده احنا هنعمل حلقة حصاب لموسم التحكيم اه اولا اول حاجة اول حاجة دي حاجة مهمة جدا اعتقد الموسم الجاي تحت دولة حلها وهي ان التسلل كانت خطوط البييرو تمام اللي بتم اسقاطها من حكم الـ VR وكبال حادثة ما كانتش بتبقى مزبوطة وبالتالي كان بتبقى الخطوط غير مزبوطة وبالتالي بتبقى النتيجة فيها تمام ودي اثرت في نتيجة اكثر مباراة اثرت في نتائج بعض المباراة بل تتسببت ان هي اخدت خدت فرق الحاجة التانية الاخراج التلفزيوني مع الـ VR ما كانوش على مستوى يتناسب مع حجم الدور المصري ورياد بمصري الآن دا فيه واحدة اللي طلعها فخري المفروض دي يعني الف به ايوه 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 كرة زي دي كنا ممكن حسلك مشكلة اما لو بقول لحدك النهاردة النهاردة من حصلة حزل حكم النهاردة ما عندوش ما عندوش الفريتين لما نهاردة كانت الدنيا مش زحمة الطرج بتاعهم شايفها من اصلا للراجل شايفها شايفها والطرج بتاع الفريتين الفريتين مختلف يعني ايه كل منهم عايز يقدم ويقدم مش ما بيفكرش في التحكين المصري والاهل نفس الشيء تمام دي حاجة حاجة تانية اللي محتاجين نتكلم فيها برضو مش حاخدناها منتسعة من الوقت يا قبطان احمد اه بعض بعض المفاهيم او بعض القوانين اللي محتاجة تتشرح للعابين والاجهزة الفنائية سريعا كده تمام ماتش امبي وفوتشر صدمت بنادر امر الدولة ودخلت المرمى هو نادر الغلطان في اللعبة دي ده ده تنفيذ القانون اسقاط مثلا اه في ماتحسبش ماتحسبش الزمالك وفاركو لابد ان القرى تمام تتحرق تمام اه تتحرق زي باتناشنا فيها انا وانت قلنا تتحرك قد ايه طب متر طب مترين طب معرب قادر محيطها قالك لأ تتحرق بوضوح وصبها وصبها عيمة لأ في الزمالك وفاركو الجندة حصل لغط عسل حسين الشاحات في موتش الزمالك في موتش الاهل والبرمز لما ارتدت القرى من العرضة رجرة الجزائر ارتدتهم من القاوم من القاوم من العابة ثاني لعابة مرتين مرتين متتريتين دون ان المس هلعب منافس لا بس هو ان عارف يعني هو حتى هو بيحط التانية كان عارف انا اوكي فمحتاجين نوضح بعض الحاجات دي لكن احنا في النهاية ترمت هناك بعض الحاجات بعض الاخطاء التحكمية اللي محتاجة انها فعلا انتصالها عايز اقول بس ان تطبيق التسلل بشكله جديد اعتقد هيرايح الفار وهيرايح المساعد رايحنا احنا كمان اخوان اه ايوالي خلاص بقى حيث لك ايه لابد ان يكون سابق بغسم كله اه خلاص مفيش جزء من الجزء ولا جزء من الجزء حتى التسلل الالكتروني لما احنا لو احنا مطبق مهوش مش هيبقى عندنا في مشكلة ده ان شاء الله الموسم الجاية اه اتمنى نشكير بالتعديلات دي ان شاء الله تمام كده كابتن ان ده اتكلم بقى على البطولة العربية عندنا تقم تحكيم مصري بيدير مباراة الافتتاح افتتاح ايه بقى البطولة العربية بطولة الملك سلمان اللي سوار كلها تكون موجهة لها السعودية دلوقتي نشوف لعيبة بتروح بستين مليون وبمئة مليون تمام طاقم التحكيم في الافتتاح مصري يعني انا كده يعني فيها حاجة حلوة كان عندنا انفسسني ان الدنيا سودة عندنا تقم تحكيم مصري اللا الله احنا عندنا تمتق تقل لها بطولة مهمة زي اللحف حاجة العربية عندنا ان شاء الله مغاداطة استاد القتري وال Qatar المجربية هيديرها محمود البنة وهيكون معاه محمود عبد الرجال وااا احمد حسان طه مساعدين وسادق السلمي الحكم التنسي حكم رابع وهيكون في الفور محمود عشور وايمان حسان الا اتنين دول في الفور هو كوه احنا عندنا كابتن احمد كمان ااا ان شاء الله بقرا هيديره الافتات اهفتاح وده وده معناه انه هناك ثقة في التحكيم المصري. كاللي بالك. هناك ثقة في التحكيم المصري سواء افريقيا او او عربيا او دوليا عشان تبقى عشان نعم متفقين. عندنا حكام على اعلى مستوى. بس الاجواء برة بتختلف عن الاجواء هنا. لو احنا وفرنا لهم الاجواء هنا وفرنا لهم تمام? حالة من الهدوء تمام? ان هما يقدوا اعتقد هيكون هيكون دهم افضل. الا عندنا بس عايزون نحن عندنا خمس حكام موجودين في البتول العربية. عندنا امين عمر ومحمود البنة واحمد ابو الرجال و właśnie حصام طهه ومحمود عشرب. محمود ابو الرجال محمود او رجال اسف تمام? واحمد حصام طهه وامين عمر ومحمود البنة حد Punk يعني هم اظهد عليهم هيوجيد عليهم. لا أزيد امين عمر لان موجودين الحاكم الساحة والاتان bén بسعش موجودين الواحد بالفارد وامين عمر هو موجود. فالخمسة موجودين. اللي بنا لهم التوفيق. بنا لهم التوفيق. وطبعا على وقت ان احنا ان شاء الله هنعمل ان شاء الله علاقات في الفترة اللي غاية. انا وحضراتك بازن الله. ونستعرض فيها بعض الاغبيات عشان بس ايه. 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 تبقى عارف ان احنا. انا بالواحد ده. سيدو تعلمش. حاجة سلبيات يعني. انا نتكلم على النقط المضيئة. اه اه. هنستعرض ونقف ونعمل ازبطات على النقط المضيئة في الموسم المنقدي. تمام? وهنقف برضو. لازم نقف عند بعض السلبيات. عشان نصلاح. عشان ازن الله في الموسم يجيب بازن الله. تمام. باشكر حضراتك كابتن عادل شكرا جزيلا. وباشكر حضراتكم على المتابعة. وعلى ان انتو تحملتوا الموسم الثويل والشاق ده. والف مبروك للنادي الاهلي. التتويق ببطولة الدوري. ونتقبل ان شاء الله في البطولة العربية اللي هتنطلق خلاصة كابتن بكرة. ان شاء الله. وطاقم تحكيم مصري في مباراة الافتتاح بين فريقهاي السد والوداد المغرب. ان شاء الله. بنشكر حضراتكم ونتقبل ان شاء الله قريب.